ربما أن بعض المظاهر التي لم تكن مألوفة في عدد من الاحتجاجات لعرفة الشريع المغربي وخاصة من خلال أحياناً الاستخدام المفرط للقوة والعنف ضد المتظاهرين ولحظنا هذا الأمر خاصة في احتجاجات المتعاقدين أنه يتم تعامل أحياناً بطريقة فجة وبطريقة عنيفة أيضاً في ضرب العدد من المعايير والقواعد التي يجب أن تفرض أو تؤثر استعمال القوة العمومية من قبل أفراد القوة العمومية وهذا الأمر لاحظنا أيضاً أنه حتى من قبل مؤسسات وطنية لحق الإنسان كالمجلس الوطني حق الإنسان أشار في تقريره بأنه لاحظ هناك نوع من الإفراد في استعمال القوة في التعامل مع الحق في الاحتجاج السلطات العمومية هي عادة ما كانت ترجع هذا الأمر أحياناً إلى ظروف حالة التطور الصحية بمعنى أن السلطة العمومية تكون مجبرة على اتخاذ كافة التدابير بما فيها هذا الاستخدام القوة من أجل احترام التدابير الاحترازية ومنع المتظاهرين وفرض التباعد الاجتماعي كذلك الجانب المرتبط بالاعتماد على قراءة نصية للحق في التدابير المرتبط بأنه لا بد من تقديم طلبات وفق ما يحدده الظهر للـ 57 المتعلق بالحرية الأساسية علماً كما قلت بأنه اليوم المشارع المغربي هو مطالب أولاً أن يدمج هذه المعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة في تريعاته الوطنية إضافة إلى أيضاً استحضاره أن اليوم الفضاء الرقمي يوفر مجاناً مهماً لتأطير الحق في التدابير فأغلب التظاهرات اليوم هي يتم الدعوة لها داخل الفضاءات الرقمية وليس أمام مكاتب السلطات الإدارية إذن التاليفة هناك مجهود أولاً على مستوى السلوك دي الفاعل العمومي والقوة العمومية فيما يتعلق بالتعاطي مع المتظاهرين باعتبارهم أنهم يمارسون حقاً أساسياً كذلك لابد من تأطير أفضل للرص القانوني من خلال كما قلت إدماج عدد من القواعد واليوم اللي اعتمدها المغرب واليوم صادق عليها المغرب مرتبطة باستعمال القوة العمومية مرتبطة بإدماج أشكال أخرى تعبيرية عن الرفض وعن عدم القبول داخل أي مجتمع سياسي في إطار القواعد والممارسات التي تحميها القواعد والنصوص القانونية وتكفلها أيضاً الديمقراطية من الصعب جداً أن نعلق على سلوك السلطة العمومية لأن السلطة العمومية في نهاية المطاف هي تبرر سلوكها انطلاقاً من النصوص القانونية التي تؤثرها إذن وبالتالي فهي عادة ما تدفع بأنه حتى سلوكات المتعلقة باستعمال المفرط للقوة هي سلوكات فرضية قد يقوم بها أحد أعوان القوة العمومية وبالتالي ليس سلوكاً منهجياً معتمداً من قبل كافة السلطات العمومية ومن كافة القوى العمومية وفي كافة التراب الوطني ولحظنا أيضاً بأنه في عدد من الحالات لحظنا كيف أن النيابة العامة تحركت من أجل متابعة بعض الأشخاص الذين ربما تم تصويرهم أو اختصور لهم وهم يستخدمون هذه القوى المفرطة في حق المتظاهرين في إطار هذه التظاهرات السلمية لا تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس لكي يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس تشترك في القناة وتفعل الجرس 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 اشتركوا في القناة